بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة المهدى احنا لازم نستمر نستمر في دعم الاسرة دعم الاسرة لان في الحقيقة دعم الاسرة ودعم للحياة لازم نفهم المفهوم دوت وليزم المفهوم دوت يفضل متكرس في حياتنا احنا خلاص يوم الحد بقى مستقر عندنا ان احنا بنشقر على الاسرة بنعمل حالة من حالات الصيانة للاسرة بنعمل كمان حالة من حالات تجديد الاسرة بنعمل حالة من حالات كمان البصيرة على الاسرة بننفذ قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة احنا لما بصينا في الاسرة وشفنا ايه المعوقات اللي بتمنع الناس من انهم يوصلوا ويرتقوا في هرم التوافق اللي بيبتدي من التوافق إلى الرضا إلى مسألة السعادة وجدنا حاجة مهمة جدا 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 وجدنا حاجة كتير من الأزواج والزوجات هيقولوا أيوة الحاجة دي عاملة زي حاجة للعصرة اللي بتمنعنا من الوصول والارتقاء في سلم التوافق الزواجي إيه بقى الحكاية دي حاجة الناس ممكن ما تهتمش بيها بس وجودها بيفسد كتير الحياة الزوجية اللي هي إيه بقى الغموض من بين الزوجين الغموض من بين الزوجين ممكن يؤدي إلى الزنون والشكوك وبعد كده يؤدي إلى فقدان الثقة وفقدان الاحترام شوف احنا بننزل مش بنطلع وده بيخلي العلاقة الزوجية والحياة الزوجية تتشد لتحت كأننا بندخل في دوامة تاخدنا لتحت وبتخلي الزوجين يفقدوا أي مساحة للتواصل بينهم ويبقوا في حالة شقاق أيوة شقاق شقاق وعناد وسراع وهنا بيحصل شيء بنسميه صناعة العداوة يدخلهم الاتنين يعملهم ما اصنع العداوة ويبتدي كل واحد فيهم يصنع صورة للآخر هي صورة العدو فيبقى إيه اللي حاصل؟ هو قاصد يكسره هو قاصد يكسرها وهي قاصد تقل منه وهم الاتنين يرموا بعض في المخاطر وده حصل بقى لهانة وإيه اللي حاصل؟ هي قاصد تاخد فلوسه فيخبي عنها الفلوس ويعمل غموض يخبيه وعنده مرتب قد إيه يخبي أي حاجة وهي طبعا قاصد تقسأ شريشه وتتهمه طول الوقت هو محدش بيسأل نفسه هو ليه؟ الطرف الآخر ليه الزوج يكون قاصد كده؟ ليه الزوجة تكون قاصد كده؟ وتتمتعمدة ده؟ ليه؟ عشان إيه؟ هو يقول هي قاصد كده عشان تنقص مني وهي تقول هو قاصد كده عشان يزلني ليه كده؟ لأنهما في الحقيقة بدأوا في صناعة العدوة على فكرة العدوة بتفرق من حد الحد ولذلك لازم كل واحد فيهم يفتكر أن الله سبحانه وتعالى قال ومن أهياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها محدش بيسكن لعدوه محدش بيساكن عدوه ولا بيعيش مع عدوه وجعل بينكم موادة ورحمة العدوة دي اللي بتحصل بسبب الغموض بتاخد أشكال متعددة باختلاف أنماط الشخصيات ففي عدوة اسمها العدوة الصارخة هدوة الصوت العالي وعدوة إزهار الغضب والحنق وإرادة الانتنقام لكن فيه دانية هدوة تانية اسمها الهدوة لإيه؟ الهدوة الملثمة الهدوة الخفية اللي هي العدوة اللي هو التعدي الصامت الساكت التجاهل والعناد والمكايدة والأسف دي ممكن تسبب اضطرابات نفسية للزوجين والأولاد على فكرة الطريقة دي والحالة اللي احنا فيها دي الغموض ثم العدوة العدوة وصناعة العدوة في البيوت تعمل إيه؟ تنهش في القلوب وتخلي النفس اللي أمارة بالسوق هي المسيطرة وتخلي الناس تحس بإن العلاقة اتفتح عليها باب الفساد ومن دوم للحاجات اللي بتحصل لما تحصل الحكاية دي هو أنتم ملاحظين إن فيه حاجة حصلت ما فيش حاجة حصلت هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل اللي فيه غموض بس فبسبب الغموض ومعدم مسكن حاجة ممكن تسبب كل الكوارس اللي احنا فيها دي ييجي الزوكين بقى يقولوا إيه؟ إحنا خايفين يكون فيه جن خايفين يكون فيه عفاريت وإن السبب هو الجن والعفاريت وما فيش حاجة هو كل الحكاية بس إن احنا مش عارفين بعض كل الحكاية إحنا كل واحد فينا حاسس إن هو عايش مع المجهول فإيه اللي حصل؟ أنا لما بيجي لي حد في الظروف اللي زي دي ويجي يقول لي مثلا أنا زوجتي بتشتكي إن دي هي ملموسة ولا ممسوسة أقول له بقول له تعبير كده مجاز بس مش حقيقة إنت اللي مسبب لها هذا الشعور ليه طيب؟ لإني في الغالب أنا تتبعت الأمر دات بس التتبعة دات مش هقدر أسميه ريسيرش مش هقدر أسميه بحث لكن هقدر أسميه انطباع إيه اللي حصل؟ ما شفتش حد مثلا واحدة بتقول إن هي عندها جن عاشق إلا مثلا وعندها مشكلة في العلاقة الخاصة أو عندها مشكلة في الاحتواء فلازم نقول لي زوج أول ما تيجي زوجتك تتكلم عن السحر والكلام ده أعرف إن هي بتتكلم عن احتياج فلاحظت زي ما قلت لكم مسألة الجن العاشق دي بيبقى سببه فقد الاحتواء وكمان أو فقد مسألة تلبية الاحتياج ولكن إحنا لازم نفهم إن الغموض ده ما بيقفش عند هذا الحد يبقى إحنا نعرف اللي إحنا قلناه اللي انطباع اللي إحنا قلناه على إن بيكون فيه مشكلة في مسألة الاحتياج فيه احتياج غير مشبع وفيه حال غير ملباء علماء النفس قالوا إن المخة أثناء النوم بيحقق اللي هو محتاجوا أثناء اليقظ فالحاجات اللي نأصف في أثناء اليقظة بيحققها في النوم فرؤية الزجوة في الحلم إن فيه جن بيعشقها أو شيء من هذا القبيل بيعبر عن احتاجة غير مشبع على فكرة احنا شفنا كمان الرجالة بيقولوا كده بيقولوا أنا فيه عندي جنة عاشقة ده كله سببه إيه سببه إن احنا حصل غموض وبعدين ابتدنا ننزوي بقى ده عدوي بقى دي عدوتي فبتدنا نشوف حل في مكان تاني ولما تسأل الزجين عن العلاقة بينهم فيقولوا العلاقة موجودة لكن المهم هي نوعية العلاقة إيه هي بتوصل كل واحد فينا إلا السعادة واللاء فالزوج يقولك آه موجودة وممكن هو يشبع منها بسهم لن تستطيع أنها تشبعش الزجة إلا إذا كان فيه حالة من حالات العاطفة يا سادة الزواج في الحقيقة ده علاقة مقدسة الله سبحانه وتعالى هو الذي قال واجعل بينكم مودة ورحم ولذلك فكرين حديث بتاع سيدنا بزار لما الصحابي جيه وقال له إيه إن لأهلك عليك حق ففي حق للأهل ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس كان يتجمل لزوجتي وهي دوت كان فاهمه لقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فعشان كده العلاقة الخاصة ساعد بيستخدمها الناس في الصراع دي كأداة فمثلا الزوجة وكأناها بتقوله خد اللي أنت عاوزه فيقولها طب قديني خدت اللي أنا عاوزه وده سببه إيه إن احنا قاعدين حتى الأشياء المهم نكون واضحين فيها إيه اللي حاصل يكون مليئة بالغموط وغموط في الحياة الزوجية في كل تفاصيله بيخل الحياة الزوجية تبقى حياة واحد كأنه عطشان ومحروم والتاني في إيده المية ومش رادي يسقي وعشان كده بتحصل ممارسات غير الصحيحة فيحصل بقى تجسس من الزوجة ومرأبة ويحصل من الزوج شكوك وزنون وقصص حكاة كتيرة وسنوريوهات ممكن تكبر في دماغ كل واحد فيهم ويتعامل على أساسها وساعات بتوصل للهلاوس السمعية والبصرية عند الزوجين ولو كان الزوج هو اللي بيتم التجسس عليه من زوجته يشعر أنه منتهك وغير مقدر ويبتدي يمارس العنف معاه عالده مبرر؟ لا مش مبرر احنا عندنا العنف بكل أشكاله ممنوعة ومالده إيه؟ ده مفسر بس احنا منفسر مش منبرر والزوجة إيه اللي حصل؟ ممكن تمارس العنف على قد استطعتها زي العنف المعنوي أو اللفظي وبعض الأحيان بيبقى فيه عنف جسد إيه ده؟ هي مسألة كبرت كده ليه؟ أهم احنا فاكرين إنه غموط دوت عبارة عن إيه؟ عبارة عن كل واحد بيخبي لا أنت لما بتخبي أنت مش بتخبي الحاجة اللي أنت بتخبيها أنت بتخبي نفسك وبتحط حاجز وبتحط معوق بينك وبنشريك حياتك وأكتر حاجة ممكن تخلي الناس يقوى في المشاكل دي وتكبر هي مسألة عدم التفقد إيه عدم التفقد ده؟ إيه اللي بيحصل؟ إن بيحصل الغموط عشان إحنا ما بنتفقدش بعض ما بنتفقدش بعض يعني إيه؟ ما بنسألش على بعض ما بنقربش من بعض في كتير من الأحيين إحنا اللي بندفع مش معنا كده ده مبرر بندفع الآخرين إن هم يحاولوا يتعرفوا علينا بطرق ما بتكونش سليمة لإن إحنا منكونش واضحين وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا قيمة التفقد فكان يقول لي السيدة عائشة إن حبك في قلبك العروة الوسق فمن وقتها من وقت ما حضرت النبي قال لها كده السيدة عائشة من وقت للتاني تقول له وما حل العروة يا رسول الله يقول لها كما هي يا عائشة وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان بيعلمنا إن إحنا نتفقد زي ما كان رسول الله عليه وسلم بيتفقد أصحابه إعلقت بقى التفقد بمسألة عدم وجود الغموض هو إيه اللي فقده شريك حياتك لما بتكون غامض؟ إنك تكون قريب منه لما بتكون على مقربة منه وبتكون عايش معاه وبتكون قريب منه في بعض المعلومات ما بيبقاش محتاجها ما هو شايفك شايفة كنت بتصرف فكتيب للأزواج والزوجات فكرة اللي هي تعرف قدي إيه بتقبض هتكون سهلة إذا كنتم تقريبين مع بعض وبتتشاركوا في الصرف ليه؟ ما هو أكيد عارفة إن الفلوس اللي بتتصرف دي كتيرة قوي فمش هتبقى محتاجة إن هي تعرف ده وعشان كده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دايما لما كان قريب من السيدة خديجة كان بيعتبر السيدة خديجة في مكان عالي أوي ولذلك هو كان بيعتبرها من أكتر الناس اللي هم رعوا قلب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفضت العلاقة بينهم علاقة متجزرة وقريبة وقعد يحكي عن هذه العلاقة لما السيدة عائشة قالت له لقد أبدلك الله خيرا منها فحكى لها عن مواقف السيدة خديجة إزاي كانت قريبة منه يبقى إن الواحد يتفقد شريك حياته فشوف كان بتفقد حضرة النبي فوصل إن هي تعمل معه إيه لقد صدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها حين منعني الناس فوالله لم يبديني الله خيرا منها الزوج لما يكون قريب من زوجته ويكون مشارك لها في كل حياتها إيه اللي حصل؟ دي طريقة عبقرية في مسألة ترك الغموض لكن كل ما بيبعد الزوجين كل ما الغموض بيزداد الغموض ده يا سادة إحنا لازم نتعامل معه وتعامل مباشر إيه أهم الإجراءات اللي ممكن نعملها عشان نتخلص من الغموض؟ أول حاجة لازم ببساطة خالص عشان نتوقف عن فكرة الغموض لازم أول حاجة نعملها أول حاجة نعملها عشان نتخلص من الغموض إن كل واحد فينا ببساطة يكون بيحكي على قد ما يقدر الأشياء اللي هي ممكن تكون منطقة مهمة عند يشريك حياته يعني من المناطق المهمة إن زوجتك تعرف أنت في الدرجة الكام في الشغل فلازم تحكي عنها ولازم تبقى عارفة إن أنت في الدرجة دي لما تترقى لازم تقول لزوجتك طبعا كتير من الناس بيخافوا يقولوا لزوجاتهم إن هم ترقوا عشان ما تجيش تبقى المتطلبات بتزيد كتير من الناس كمان الزوجات كمان لازم تقول لأزواجهم في بعض الأحيان أنا شفت حاجات كتيرة غمضة الزوجة تكون محتاجة حاجة فتروح تشتريها وما تقولش لزوجها ما تقولش لزوجها ليه لأنها خايفة إن دوت يسبب مشكلها يعني أنت جبت منين ما أنت بتحويشي ما أنت عارف إن هو أنت بتحويشي الكلام ده كله الغموض ده بيخلي البيوت تشتعل يبقى خلينا نقول المناطق المهمة الزوج بيهتم بالمال الزوجة بتهتم بالمال أرجوكم خلوكم شففين طب الزوج بيبقى عنده مشكلة إيه المشكلة اللي عنده الشكلة اللي عنده المطالبات هتزيد فالمطالبات لو هتزيد هو هتبقى عنده مشكلة طب ونعمل نعمل إيه خلينا نكون واضحين إن الوضوح دوت مش هيخلينا نقع في كل هذا هذه الأمور حاجة كمان مهمة جدا جدا تخلينا نتخلص من تبعات ده إن احنا نتوقف عن كل أنواع السراع نتوقف عن ألفاز الخارجة نتوقف عن الإهانة نتوقف عن تقليل من بعض الحاجة المهمة جدا 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 إن احنا نتوقف عن كل أشكال التنمر وكل بلاش الأرش الرخيص اللي أسف بنستعمله فيكون مؤذي جدا للزوج والزوج حاجة التالتة إن احنا نستعين باستشاري في العلاقات الزوجية لو إن احنا وصلنا إلى حد إن الغموض خلانا مش عارفين بعض ولا شايفين بعض لإن دوتا يحتاج لعلاج زواجي ممكن نوصل به إلى حل الأمور دي وممكن تشرفونا في مركز الإرشاد الزواجي في دار الإفتاء المصرية لازم كمان آخر حاجة نزيل التراكمات عن طريق المصرحة والمعتبة ونكون كمان في ما فيش مانع أن احنا نقول ونكون مع بعض في معتبة محسوبة ولازم نصنع كمان ذكريات سعيدة عشان الذكريات السعيدة دي هي اللي هتقوم بقانون الإزاحة فتزيل الغموض وتخلينا عايشين حياة مليئة بالنور والبركة